اتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هارس بإطلاق العنان للتضخم المدمر وأظهرت نتائج استطلاع جريدة مؤخراً عفواً تقدم كامالا هارس على ترامب قبل انعقاد المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيعلنها رسمياً مرشحته إلى البيت الأبيض بالأمس أصبحت كامالا شيوعية بالكامل هل سمعتم ذلك؟ أصبحت شيوعية بالكامل إنها تريد تدمير بلدنا بعد تسابه في تضخم كارثي لقد أعلنت كامالا أنها تريد فرض ضوابط اشتراكية على الأسعار لقد رأيتم أنها لم تنجح من قبل ولن تنجح أبداً هذه هي خطة مدورو لفنزويلا